حبث هذا الفيديو ضروري تكملون لان هذا الفيديو سيهمك بزاف و سيهم اي مسلم اي عربي فهذا الأحداث التي وقع في فلسطين و في لبنان و المتوقعة انها ستتوقع في شرق الاوسط كامل انا اجبتكم هذا اليوم الفيديو عنده 8 سنين من انتلاح في اليوتيوب من انتلاح في اليوتيوب عنده 8 سنين ولكن كانت توقع ان هذا الفيديو عنده كثير من 8 سنين لان واحد اللوحة اللي هي الدليل على هذه النبوءات التي توقع دراك انتلقت في 2006 و احد دكتور اسمته احمد الجوهاري اعطانه بوقات بالتفاصيل انت عادش نراه واقع دراك انه صهاينا من فلسطين ستدخلوا لبنان من تماما سوريا و ماذا سيوقع و كيف ستكون النهاية لهم و الملحمة الكبرى و الحرب الكبيرة اللي سمتوا فيها بزاف دين المسلمين مني كنقول بزاف دين المسلمين را بزاف دين المسلمين لا في الشرق الاوسط ولا في شمال افريقيا يعني رانا على الابواب الحرب العالمية التالتة و الملحمة الكبرى مهم انا ماتش نطول لكم بزاف بصعه ضروري كمل هذا الفيديو الى النهاية تفرجوا الى النهاية هناك غير عبد الملك ابن مروح ايها السادة حين اعلنت عن هذه القطع الاثرية في مؤتمر الاثاريين العرب سخر مني واستهزأ بما قلته رجل كان يتربع وقت اذن على عرش المجلس الاعلى للاثار الفرعونية في مصر فوعدته بان ظهور صورة نبي الله موسى عليه السلام سيغرقه سيغرقه كما غرق فرعون الاول على يد موسى عليه السلام وهذا ما وقع لقد سقط نظام حسن بارك وسقط معه الرجل وانني الان اتوجه بالنصيحة لقوم موسى عليه السلام واخص في ذلك قادة الكيان الاسرائيلي واهل الحل والعقد فيهم فاقول يا بني اسرائيل ان ارض الله واسعة وفلسطين فيها خير كثير وكبير يسعكم ويسع اهلها فهل لا تعايشتم مع شعبها لكم ما لهم وعليكم ما عليهم انتم تفخرون بان ابراهيم عليه الصلاة والسلام هو جدكم حسنا هل لاحظوتم حذوه عليه السلام اذ جاء من بلاد النهرين فعاش في فلسطين مع اهلها في ود وسلام وفي وقتنا هذا وبالامس القريب عاش في فلسطين طائفة من اليهود مع اهلها في سلام امنين مطمئنين الى ان كان احتلالكم لها مع الاسف انا اعلم بانكم ستسخرون مني كما فعل صاحب المصر وعلى هذا فاسمعوا مني ما ساقول ستقومون بالهجوم على لبنان ثم توسعون الهجوم ليشمل سوريا ثم يعم المنطقة وستصل دباباتكم الى غوطة دمشق سيكون ذلك وقت الضحى فلا يأتي اخر ذلك النهار الا وقد احترقت دولتكم وزالت عن الوجود وقولي هذا دليله شيء واحد فقط هو تحققه ووقوعه والخبر ما سنراه لا ما نسمعه لقد جاء ذكر ارشليم في سفر زكريا الاصحاح الرابع عشر يقول لحمهم يذوب وهم واقفون على اقدامه وعيونهم تذوب في اوقابها ولسانهم يذوب في فمهم واما للعرب فاقول اسرائيل هذه لن تزول حتى تهلككم وتفنيكم ولن يتبقى منا الا القليل ولقد سأل الصحابة رضي الله عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرب فقال العرب يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح ايها الناس انها الحرب العالمية الثالثة ستنطلق من لبنان ولن يقدم عليها الا مجنون متهور ولكنها واقعة لا محالة وان الله اذا اراد امرا اخذ من اصحاب العقول عقولهم حتى يتم امره انها احداث نهاية وهي مخيفة ومرعبة وكريهة ولكنها جميلة لانه سيأتي بعدها زمن العدل والحق بعد ان عاش العالم كله زمن الدجل والتضليل والكذب الذي مارسه رجل يعيش بيننا منذ الاف السنين شابا همه وشغله مع شريكه ابليس اغواء الخلق وصرفهم عن منهج الله الحق انه المسيح الدجال ذاك الشاب المنظر المعمر السامري زعيم الحركة الماسونية والذي هو المعني مع شريكه ابليس في هذه الاية وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين سيخرج المسيح الدجان بعد الحرب القادمة لمدة اربعين يوما لا ليبدأ رحلته في الدجل والكذب والتضليل بل هو يخرج من السرية والاختفاء الى الجهر والعلن فتكون نهايته على يد المسيح الحق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ايها الناس الحرب القادمة موت احمر وحريق كبير يشهده معنا نبي الله موسى عليه السلام من خلال صورته في هذه اللوحة الاثرية ليكون ضيف شرف في حفل وداع عالم المادة الظالم واستقبال عصر حفيد رسول الله وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فعلى جميع المعترضين والمشككين والغامزين واللامزين والمستهزئين عدم محاولة التخلف عن الاحتفال لان الحضور اجباري من اراد النجاح ولا نجاح فعليه بربة عمون فهي ملجأ الامم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهم كما سمعته هذا الفيديو تخيل ان هذا الشيء الذي يعطيه هذا السيد محطوطة في اليوتيوب هذه 8 سنين اما اللوحة التي يجبها ليس هو الذي يجبها هو واحد السيد في سوريا ويقال على حسب التأويل انت احمد الجوهري يقول لك صوبوها الجن لسيدنا سليمان هذه اللوحة تلقت في 2006 ولوحة مصادقة عليها انها لوحة اتارية وفعمرها كثير من 3000 سنة كل الخبراء الاتاريين اكتبوا عليها تقرير وقالوا بليل عمر رضيالها كثير من 3000 سنة احمد الجوهري يقول بليراء اللي يرتموها هم الجن لسيدنا سليمان كان فيديوهات بزاف مع احمد الجوهري اللي في اليوتيوب محطوطين هذين 13 العام 13 العام محطوطين كي يهدروا على نبوءات اللي واقعين في هذا الزمن انا يا اخلي لكم اجزاء بديتكم هذا الجزء اخلي لكم ثلاثة الاجزاء اولا انت هدلوحة اللي يشرع عليها اللي فيها الصورة على سيدنا موسى وفيها الصورة على مسيح الدجال وفيها بزاف دين نبوءات المهم تسناو الاجزاء الجايين انا عاربكم سيتملو اذا يجبلكم فيديو فيه ساعة ونصف وبلغ يتملو بزاف هذا الشيء ليش قسمته اجزاء بارتاجي معاك الفيديو لما بغيش تخلي لايك ما تخليش مهم بارتاجي هذا الفيديو او اللي ادخل قلب على احمد الجوهري احمد الجوهري وتفرج الفيديوهات ديالو القناة ديالو قلب على الفيديوهات الاوائل لكي تقتنع لان واحد اللي اعطى واحد النظرية هذه 13 العام ولا ما شبه الواحد اللي اعطى النظرية هذه واحد الشهرين ولا العام اللي فاتل مهم هذا شيء مكين بالفيديو صلى الله